بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين اليوم جابت لكم كيك بالفستك مرة مرة لذيذ وسريع وخفيف وبسيط وعملت هذا الحلو طبقات سهل والصيف يجنن منعش وسريع بالمرة دايماً أنا حط في الفريزر كيك باوند شوكولاتا وباوند عادي الأصفر يعني للطوارئ وفعلاً ما شاء الله جون نظيف طوار وعملناه بسرعة بسرعة هالحالة مرة جابهم والكل أخذ طريقته وشكله فخم وعملوا مرة سهلة حين حشوفون والكيك الفستك هذا حتى سريع بالفرن ربع ساعة وهو مستوي ما في بحين في بسكوت وفي فستك ناعم وهذا بالكنافة مقرمشة من برة وسوفت وناعمة من جوه ذوب في الفم وسريعة بعد يعني اثنين هم أسهل من بعض وألد من بعض وشكلهم شيك شايفين كيكة الفستك طريقة بالمرة فيها قشطة وزبدة مرة حلوة هنا مع نسكافية في ناس أغون سكافية وناس أغون قهوتركي تعرفون يعني الأدواق الحين نشوف المقادير خمس بيضات زبدة مية جرام علبة في قشطة أو قيمر صبق صودة كربوناتو صودة بيكنج باودر وفانيلا وهيل ناعم منخول وكوب بقسومات اللي هو الخبز المجفف وفستق الحين حنطحنوا مع بعض وكوب سكر طالها عتكون مكتوبة عندكم الفستق أنا أحب أطحنوا على طول حطيتوا يكون من الثلاجة بارد أحطوا بس ملعقة السكر عشان لما أطحنوا ما يصير عجين لما يكون في الثلاجة ينطحن بسهولة إذا كان خارج الثلاجة يصير ملبد بعدين نخفق الخمس بيضات تمام تمام يكونون طبعا محرارة الغرفة نحط لهم السكر مع الخفق المستمار لما يذوب السكر نحط باقي المواد يعني هذا مرة سهل هالكيكا نحط الحين الفانيلا شايفين لونه كيف صار البيض مع السكر نحط الفانيلا نحط الكربونات الصودا نحط البيكنج باودر نحط الهيل الناعم هذا هيل ناعم طحنته على طول ونخلته عشان صير حتى قوية نخلطهم تمام بعدين نحط لهم البسكوت المطحون أي نوع بسكوت بسكوت الشاي أنا حطيت العادي سادة بسكوت مطحون كوب وكوب فسك اللي طحنته قدامكم بعد ما طحنته قسته هذا هو الفسك الناعم لما نطحنه نحطه يصير طعمه مرة حلو غير لما يكون جاهز مطحون ما في طعم ولا في ريحة طبعا عشان كيكة فسك حبيتها تكون خضرة حطيت شوية صبغة خضرة عشان اللون لانه الفسك ما يعطينا لون اخضر انتو عارفين وخلص هذا هي الحين القوالم كنا أداهنين هم نرشهم باللطحين ونكون اخر شيء اسفل نسيت القشطة علبة القشطة ولسه الحين نصبعي الزبدة الزبدة نسيحها ونخليها بحرارة الغرفة نحطها اخر شيء الزبدة علشان كذا الكيكة مويست ناعمة وطرية بالمرة نخلطهم تمام مع الزبدة ونكون دهنين القوالب ورشين هطحين القوالب زي ما تحبون صغيرة كبيرة قالب كبير بس هو لما تكون قوالب صغيرة ترى مرة أحلى وما استخدمت سيلكون وستخدمت حديد نعبيهم والفرن يكون مولع وسط الفرن وترى ما يطولون يمكن ربع ساعة اللي هم مستوين كله جاهز يعني ما في طحين شايفين هذا الحديد وهذا السيلكون بعدين نرشهم سكر بودرة وفستق الحين شايفين المقادير البسيطة الحين هنعمل الحلاء اللي يجنن نقطع الكيك شرايح ونحطه في قالب الحليب وأربع ملاعق كاستر بودرة الحين اللي ما البلدة اللي ما فيها كاستر حطوا نشا وحطوا صبغة صفرة وبين الله يصير عندكم قريب الكاستر بس يعني تعرفون الكاستر طعم ويحطون ريحة حلوة كده هذا هو الكاستر بعدين نخط علبة كريم كراميل بودرة وعلبة تقشطة مئة وسبعين جرام أو كريمة هيفي كريم هذا القشطة نقلب هم أول شي على البارد لما يدوبون كلهم مع بعض عشان القشطة دوب والكاستر والكريم كراميل البودرة هذا هو الكريم كراميل البودرة نقلب هم بعدين نولع النار ونقلب هم لما يسمك قوامهم إذا سمك قوامهم تمام نصبهم فوق الكيك اللي حطينا فيه حليب شايفين هنا سمك القوام نخليهم يبردون حرارة الغرفة بعدين ندخلهم الثلاجة يبردون تمام شايفين لازم يغلي تمام تمام ويسمك شوي ما يسمك كثير مرة بس هو لما يبرد حي يسمك تمام نصب فوق الكيك وندخل الثلاجة يبرد يجم تمام الحين ممكن إذا ما عندكم كراميل تحطون الكنافة على الواج تحطون عليها شوي شيرة بس طبعا كراميل يعطي طعم مرة حلو يا حليب كراميل يا صوس كراميل جاهز أي نوع تحطون هو الطبقة الأخيرة بس مش الحين نحط بعد ما يبرد تمام ويجم مد احنا نحط عشان نرصق فيه الكنافة ترصق فيه طبعا الكنافة نخليها تبرد بعد ما نحمصها تمام خليها تبرد عشان تظلم قرمشة كده وهشة حلوة يعني مرة حلة سهل وسريع والمهم إنه بالمرة لذيب هذا هو المهم الحين حطوا في الثلاجة يبرد تمام تمام الحين عندي الحليب المكرمل أحطوا شوية حليب وقلب وقلب أشان نصير قوام مقابل للصب أو إذا عندكم صوص كراميل جاهز تحطون وإلي تحبون يكون عندي الحلة قعد في الثلاجة ساعتين ثلاث ساعات برد كل ما برد كل ما كان أحسن طبعا بس نخلطوا شوية عشان تعرفون الحليب المكرمة لكون شوية متماسك نخلطوا تمام أول شيء بالملعقة ما ضبط حطينا بالمشبك هذا السلك نحط الحين طبقة فوق الخليط حقنا يعني ما صار خليط صار جامد نفرش تمام ونرش الكنافة طبقة سميكة وبعدين الزينون ومثل ما تحبون تحبون تحطون لوز أنا حط شرايح لوز مية بيض تحبون تحطون جوز جوز هند فستو اللي تحبون لا لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب كل يوم تعالوا إن شاء الله كل يوم في طبخات حلوة هذول اثنين هم صراحة أحلى من بعض وأسهل من بعض وألذ من بعض كيك الفستق وهذا الحل طبقات بالكيك والكنافة حل طبقات الكنافة السهل السريع اللي بسيط والذي بالمرة اعملون بصوا فيهم وكل يوم تعالوا إن شاء الله رح يعجبونكم بالمرة الله معاكم